بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة القراءات المحرمة كما أسلفنا سابقا بالمحاضرة الرابعة عن أنواع قراءة القرآن نتكلم الآن عن بعض أنواع من القراءات اعتبرها القراء محرمة وعللوا تحريمها بعدة أسباب فنذكر أسباب التحريم من هذه الأسباب ربما يؤدي بعض أنواع من القراءة إلى إخلال بالاعتقاد كمن قرأ إن الله لا يستحي ووقف عندها أو تغير في بعض الأحكام الشرعية إذن هذا هو السبب الأول السبب الثاني من أسباب التحريم نقص الحروف أو زيادة بعضها وهذا ما سنلاحظه أيضا في بعض أنواع هذه القراءات وأما السبب الثالث من أسباب التحريم فهو لا يخل بالاعتقاد ولا ينقص بعض الحروف ولا يزيد بعضها وإنما يخرج عن أدب التلاوة لما يمارسه القارئ من التلاعب في تلاوة القرآن أو الإخلال ببعض آدابه فلذلك كان السبب الثالث من أسباب التحريم هو الخروج عن أدب التلاوة وقد ذكر القراء أنواعا عديدة لأنواع القراءات المحرمة ونحن نقتصر على بعضها من غير إطالة النوع الأول من أنواع القراءة المحرمة القراءة بالألحان الغنائية أو بالآلات الموسيقية سواء أجر القرآن على ألحان الأغاني أو أدخل بعض الآلات التي تعزف على قراءة القرآن ومعلوم لدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن أصواتنا بالقرآن بل ورد ليس منا من لم يتغن بالقرآن وواضح من هذا أن القارئة ينبغي أن يختار الأداء الطيبة والصوت الجميل واللحن الطيب ولكن هل يجري هذه الألحان أو هذه القراءة على ألحان الأغاني الماجنة أو الفاسقة نقول كلا بل نجريه بلحون العرب وأصواتها حيث قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوحي مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ولحون العرب وأصواتها فيها الجزالة والجدية والأخلاق والآذاب ونشير هنا إلى ما تكلم أو ما وقع بين الناس من المقامات الإنشادية فهل تعتبر هذه المقامات من لحون العرب وأصواتها أم تعتبر من لحون أهل الكتابين وأهل الفسق وجدت أن بعض القراء المعاصرين ماد إلى القول الأول وجعلها من لحون العرب وأصواتها وبناء على ذلك أباح للقارئ أن يقرأ بهذه المقامات وبعضهم اعتبر أن هذه المقامات من لحون أهل الكتابين وأهل الفسق وبالتالي منع القراءة بها هذه المقامات منها الحجاز البيات أنها وند وما إليها ولعل القول الآخر أو الثاني هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم النوع الثاني من أنواع القراءة المحرمة القراءة بالتحريف وذلك بإسقاط بعض الحروف أو بعض الكلمات وربما بعض الجمل وهذا يحصل من جراء السرعة في القراءة أو من جراء القراءة الجماعية أما السرعة فإنها تخل بالتجويد كما هو واضح بل يسقط قارئها بعض الحروف أو بعض الكلمات وربما نجلس في المسجد لنسمع قراءة من بجوارنا فلا نسمع منه إلا العنعنة بالقراءة مع جهره بها دون أن نعرف ماذا يقرأ وهذا نوع من القراءة بالتحريف أو ربما يجتمع مجموعة من الناس يريدون أن يقرأ القرآن بصوت واحد مع بعضهم البعض وهذا لا يمكن أن يتم لأن هناك من ينتهي نفسه أو لا يستطيع مسايرة الآخرين فيقف ثم يعود ليساير الآخرين فيسقط بعضا من الحروف أو بعضا من الكلمات وربما بعض الجمل النوع الثالث من أنواع القراءات المحرمة القراءة بإحدى القراءات الشاذة ومعلوم أن القراءات الصحيحة هي المتواترة والمشهورة فقط أما القراءات الشاذة فلا يقرأ بها ولنضرب على ذلك مثالا فمن قرأ واتبعوا ما تتل الشياطون كما ورد في إحدى القراءات الشاذة أو قرأ ولا تتبع خطوات الشيطان فيعتبر شاذا لذلك ينبغي للقارئ أن يحرص على أن يقرأ بإحدى القراءات المتواترة أو المشهورة ويقتصر عليها والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر